مساء الخير متابعي وأصدقاء قناة أرارات للسياحة أنا صديقكم هايك دانيال دليل سياحي في أرمينيا ومنظم فاكيجات سياحية للعوائل قبل أن أتطرق إلى موضوعنا لهذا اليوم أود أن أقدم شكر الجزيل لكل الأصدقاء وغير الأصدقاء اللي ما أعرفهم اللي اشتركوا في قناة أرارات للسياحة ودعمونا وأدعوكم أن تكونوا أنتم أيضا أصدقائي وأتشرف بكم أدعوكم أن تنظروا أسفل الشاشة ستجدوا مكتوب كلمة سبسكرايب بالإنجليزي وإن كانت النسخة عنده نسخة اليوتيوب بالعربية سيكون مكتوب اشتراك أن تضغط كلمة اشتراك أو سبسكرايب ستكون أضغط في قناتنا صديقنا ولا تنسى أن تفعل زر الجرس ليصلك إشعار بأن قناة أرارات للسياحة نشر تغيير عن أرمينيا علما أن قناة أرارات للسياحة هي القناة الأولى التي تتحدث باللغة العربية عن السياحة في أرمينيا القناة الأولى التي أعدت تقاريرها كلها باللغة العربية تتحدث عن السياحة في أرمينيا تتحدث عن المواقع التأريخية والسياحية والدينية في أرمينيا باشتراك ومتابعتك قناة أرارات للسياحة سوف لن تحتاج إلى أي شخص لتستشيره كيف سأزور أرمينيا من سيرشدني؟ من سيرافقني في جولاتي؟ لن تحتاج إلى هذه الأمور سوف تتعرف على أرمينيا من خلال قناتنا وعندما تشترك بقناتنا ستجد أيضا رقم تليفون موبايل موجود أسفل التقارير يمكنك من الاتصال بنا عبر الواتس أب التواصل معنا عبر الواتس أب إذن مرة أخرى أدعوكم الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الاشتراك وابقوا معنا لنتابع تقريرنا بهذا اليوم سبق وانقدمنا لكم تقرير أو عدة تقارير قدمناها لكم عن الأكواق الخشبية في أرمينيا اليوم رح نعرفكم بأنه في داتيذ في نفس الموقع الذي فيه الأكواق الخشبية اختثى فتفندق خشبي جميل جدا اللي هو هس هذا وحدة من الغرف اللي آني سكنتها رح أصورها لكم الغرفة وطاق الغرف على نفس الشكل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وهذه هي قاعة الطعام وبإمكان النجلاء أن يتناول وجوة الطعام في هذه القاعة الجميلة افتتح هذا الفندق قبل عدة أيام ونحن تقريبا أول النجلاء الذين شكلنا أأمن أن يكون هذا التقريب قد نال رضاكم وشكرا للمتابعة وأدعوكم مرة أخرى للاشتراك بالقناة عرارات للسياحة لتتمكنوا من التواصل معنا تقاريرنا أسبوعيا نقدمها لكم أيام الثلاثاء بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت أرمينيا كان معكم حيدانيات وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر